بوادر انفراجة في أزمة الخبز التي استفحلت على مدار الأسابيع الماضية بعد انتشار الطوابير الطويلة أمام المخابز واختفاء الخبز منذ الساعات الأولى لصباح كل يوم وزارة التجارة أعلنت أنه تقرر استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنفة بمادتي الطحين والسميد على إثر التزامها باحترام القوانين والتراتيب المنظمة لصنع الخبز وبيعه كما أكدت الوزارة أنها ستنفذ إصلاحا شاملا للنظام إنتاج الخبز وتوزيعه المجمع المهني للمخابز العصرية قرر بعد هذا الإعلام إلغاء اعتصام أمام وزارة التجارة في تونس العاصمة وأضاف المجمع أنه سيتم استئناف المباحثات مع السلطات ابتداء من الاثنين للسماح للمخابز العصرية باستئناف إنتاج الخبز المدعوم ويوجد في تونس نوعان من المخابز الأول يشمل أكثر من 3700 مخبز تستفيد من الدقيق المدعوم الذي توفره الدولة أما النوع الثاني فيسمى بالمخابز العصرية ويزيد عددها عن 1500 وكانت تحصل حتى بداية أغسطس على الدقيق المدعوم بثلاثة أضعاف ثمنه وبعدما تعقدت الأزمة خلال الأسابيع الماضية شارك نحو 200 من أصحاب المخابز في اعتصام خارج مقر وزارة التجارة في تونس العاصمة في السابع من الشهر الجاري احتجاجا على أغلاق أكثر من 1500 من مخابزهم بعد قرار حكومي بقطع امدادات الدقيق المدعوم وأعلن الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي إقالة المدير العام للديوان الوطني للحبوب بالتوازي مع توقيف الشرطة رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز المدعمة من أجل شبهات الاحتقار والمضاربة في السوق بمواد غذائية حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس الدكتور رضا إشكنداري الخبير الاقتصادي دكتور رضا مرحبا بك معنا في هذه الساعة هل يمكن القول بأن أزمة الخبز انتهت بهذا القرار؟ في الحقيقة هي بداية انفراج على مستوى الأزمة الخبز بمعنى أن المخابز العصرية ستعود إلى سالف نشاطها وهذا يثلج صدور أصحاب هذه المخابز بمعنى المورد الوحيد لهم هو بيع الخبز وبيع المرطبات وبالتالي كذلك يثلج صدور العاملين في هذه المخابز بمعنى العاملين في هذه المخابز تعود بالألاف وبالتالي هذا بداية انفراج ولكنه ليس حلا جذريا للأزمة ما الإجراءات الإصلاحية التي برأيك يجب أن تتخذها الحكومة لتفادي هذه الأزمة لأن أزمة الخبز حساسة في أي دولة في العالم وتحديدا في تونس لها تجارب كثيرة فيما يتعلق بأزمات الخبز من الثمانينيات أيضا نعم هي جذور الأزمة تعود منذ أن بدأت الحكومة الماضية حكومة بودن في وجود صعوبات على مستوى التمويلات الخارجية بالعملة الصعبة بعد أن تحصلت على الاتفاق التقني من صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2021 لم تستطيع تحويل هذا الاتفاق التقني إلى اتفاق نهائي وبالتالي وجدت صعوبات على مستوى التمويل بالعملة الصعبة وهذا خلق نوعا من عدم القدرة قدرة الحكومة على توفير المواد الأساسية وقد شاهدنا بداية الأزمة منذ أن بدأت في بعض المواد كالمحروقات والسكر والقهوة وغير ذلك وتوسعت القائمة إلى الحبوب لكن كذلك على مستوى الإنتاج هناك تراجع كبير على مستوى الإنتاج من جراء أولا الجفاف وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية التي يستعملها الفلاح الدولة غير قادرة في هذا الإطار على توفير الدقيق المنتج حاليا في السوق الداخلية ولا على توريده من السوق العالمي هذا خلق نوعا من الندرة لهذه المواد التي فتحت المجال أمام الفساد وأمام استعماله بطرق احتكارية والمضاربة وأصبحت المخابز المدعمة تستعمل هذا الدقيق لبيعه للمخابز غير المدعمة بأسعار السوق السوداء وتحقق أرباح كبيرة وكبيرة جدا وبالتالي فتح المجال على مسرعه للفساد في استعمال هذه المادة هذا تقريبا هذا هو الإطار ما يجب القيام به أولا هو التسريع باتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتتمكن تونس من تزود بمده القمح وكذلك لابد من إجراءات سريعة للفلاح التونسي لتعويضه على أزمة الجفاف وكذلك لحلحلة مشكلة المديونية وتمكين الفلاحين من التزود بالمواد الأساسية هذا سينعش نوعا ما الإنتاج الوطني وبالتالي يمكن أن نتجاوز ولو ظرفيا هذه الأزمة ولكن أعدى قدر الأزمة ستتواصل بما أنه الموسم هو موسم الجفاف وبالتالي حتى الفلاح لا يقدر حتى على التوفير الكميات اللازمة للبذور فما بالك بالكميات التي سيوفره هذه السوق المحلية طيب دكتور رضا أيضا فيما يتعلق بالإنتاج وعملية الإنتاج كيف يمكن للسلطات أن تنظم هذه العملية عملية الإنتاج بين المخابز المدعومة والمخابز غير المدعومة من ناحية أيضا حتى المنتجات المتوفرة هنا وهناك وكذلك توفير القمح لنوعين من المخابز نعم الإشكال يتمثل في الاستعمالات غير الصحيحة يعني بغير وجه حق المادة هي مدعومة ولكن تستعمل في مواد غير مدعومة يعني المخابز المدعومة التي تحصل على مدد الدقيق المدعوم يعني تجد فرصة لباعها للمخابز غير المدعومة وبأثمان عالية وتحقق أرباح كبيرة وكبيرة جدا وهذا ما جعل السلطات تتمكن من إيقاف يعني صاحب مخابز كبيرة وهو ينتمي إلى الاتحاد التونسي للصناع والتجارة وهو له حصص كبيرة على مستوى الحصص الدقيق المدعوم وكذلك هذه المخابز المدعومة تبيع جزءا من الدقيق إلى الفلاحين لأنه تحويل المادة الدقيق إلى علف للحيوانات يتكلف أقل من توريد الأسمدة من الخارج وبالتالي هناك استعمالات بغير وجه حق لابد من مراقبتها ولابد من إيقافها طيب دكتور رضا أخيرا وحتى نجمل الموضوع ونجمل هذه القصة في القرار الأخير من المستفيد المواطن أم المخابز العصرية برأيك على عجالة دكتور نعم بالنسبة للمخابز العصرية أعتقد أن الإشكال يتمثل في استعمال الدقيق في مواد أخرى وهي الحلويات الحلويات غير مدعومة ولكن يتحصل أصحاب المخابز الغير المصنفة على المادة المدعومة ومن طرف المخابز المدعمة أي المصنفة ويستعملونها في مادة غير مدعومة وبالتالي أعتقد أن الحل يكمل في سن ضرائب على المواد التي تستعمل الدقيق المدعوم بغير وجه حق وبالتالي تكسب الدولة المبالغ اللازمة التي خسرتها في استعمال الدعم في غير محله وأعتقد أن هذه طريقة من الطرق التي يمكن أن تحل المشكل أن المعدرة ينتهى مع الوقت يمكن أن تحل المشكل ويمكن أن تكون حلاً للمخابز غير المدعومة شكراً جزيلاً دكتور رضا شكندالي الخبير الاقتصادي شكراً جزيلاً لك على قبول هذه الدعوة شكراً جزيلاً لك على قبول هذه الدعوة